السلام عليكم ومرحبا بكم شهيوة جديدة مشهيوة ام اناس عودنا ولا عودوا احمدوا ان شاء الله تكونوا في الف خير يا رب اليوم اجبت لكم الجديد واحد البريوش اللي خطير جدا بحشوة رائعة اه الى بغطة طبعا تنجح لكم الوصفة فطبعا ليها اصار فما عليكم الا تتبعوا الفيديو من الاول حتى النهاية ما تبخلوش الليها طبعا متشجعة لكم لايكات لكم والتعليقات لكم اذا جاربت الوصفة اه فصراحة كي جيب بنين بزاف هيدا مع كأس قهوة فنجان قهوة او لبرري دي الاتاي اتفرحوا بيها الاطفال لكم اه فخليونا ان شاء الله ندوزو مباشرة للمقادر فاولا وقبل كل شيء قمنا نبدو الوصفة قدي ندوزو نحضر الكريمة اللي معروفة جدا الكريم باتيسري او الكريم حلواني بالنسبة لي انا دايما كنحضرها يعني منزليا ما كان عمليش الجهيزة فكتجي احسن بكتير ما غدي نعملش الفيديو ديالا لانه عندي في القناة غنخلي لكم ان شاء الله في صندوق الوصف لكن عندي يعني مضاعف يعني فيه لتر من الحليب هذا هو اللي استعملت اليوم من نصف لتر من الحليب ملعقتين مملوقتين وانس من المايزينا ثلاث ملاعق من السكر اه قطرات من المركز ديال الفانيليا بيضاء مكمولة غدي نخلط الكل جيدا مكطيب كنضيف لها طبعا ملعقة من الزبدة غدي نحتفظ بها على جنب باش تبرد وغدي نغطيها ضروري بلاستيك غدائي غدي نعود لكم المقادير عملت فيها ملعقتين ونصف من المايزينا ثلاث ملاعق من السكر نصف لتر من الحليب وبيضة وكذلك قطرات من الفانيليا اللي مكنت اسمتوا فراء فكتستعملوا صاشي او صاشيات ديال الفانيليا العادية غدي ندزوا ان شاء الله لمقادير الوصفة او للعجين عندي هنا اربعمائة جرام او اربعمائة وخمسون جرام الدقيق الممتاز الخاص بالحلويات ثلاث ملاعق مملوقة جيدا من السكر الخاشين ملعقة كبيرة من الخامير الفورية حبيبة ديال الخبز ثلاث ملاعق من الزيت بيضة عندي كيس من الفانيليا اي لاباني كأس من الياغورت الطبيعي و300 مليليتر من الحليب اللي كيكون حليب دافئ بالنسبة الياغورت فبالامكان ديالكم تستغنوا عليه لما كان شاعدكم تقفر لكن صراحة هاد الوصفة فكتجي خطيرة جدا يعني هاد السر ديالوصفة هو الياغورت الطبيعي لي كيكون مستس ماشي الياغورت العادي هنا كيفما كتشوفوا عن فرق صفار البيضة عن بيض البيض بيض غدي نعجنوا طبعا غنستعملوا في العجين او في الخليط والصفار غنحتفظ به على جنب هكذا غنندهن به البغيوش ديالي يعني بدون ما تعملوا البيض كامل إلا استعملتوا طبعا بيضة كاملة فكتطروا انكم في نهاية تستعملوا صفار بيضة وترميوا البيض ديال ملاعقة من السكر خميرة حبيبة ديال الخبز انتم بالإمكان ديالكم إلا ما كانتش متوفرة كتستعملوا الخاميرة الطازجة العادية ديال الخبز ضفت كيس من اللباني اي الفانيليا ثلاث ملاعق من الزيت ثم غننضيف الياغورت طبيعي ما تستغربوش من الياغورت طبيعي هو سائل شيئا ما لأنني ادفيته في الميكرو وايف ما تستغربوش لها ولا لسائل فسفي غننبدأ إن شاء الله بالعجن بالنسبة للي أنا هنا فهذا الوصفة ما أخذ ليش كمية كبيرة من السائل أي الحليب لأنه كيف ما لحتوا معايا استعملت الياغورت طبيعي اللي مضفي كان قليلا مسائل لذلك استعملت هنا قليلا فقط من الحليب تقريبا كأس ما يقارب 150 مليلتر إلا استغنتوا على الياغورت طبيعي فطبعا كتستعملوا فقط أو كتعجنوا فقط بالحليب طبعا هنا يعني كمية الحليب كتبقى لحسب نوعية الدقيق اللي استعملته كين الدقيق اللي كيتشرب كتيرا وكين الدقيق اللي ما كيتشرب شطية يعني أنتم معينكم ميزانكم ضروري ما تردوا لبال قوام العجين بزاف دي السيدات أو ربات البيوت اللي كيقولوا لي أم أناس يعني ما كتنجحش معنا لباتة ديال اللي بغيوش أو للمعجنات بصفة عما كانت مالحة أو حلوة نقول لكم علاش لأنه يا إما كتقصحوها بزاف أكتر يا كي قصحوها بزاف فكتجي مضاقصة ما كتجيش خفيفة فهذا هو القوام يخصو يكون عليها يعني تكون تماسكة أو في نفس الوقت كتلتسق في اليدين هذا السير الأول السير الثاني لازم كيف ما كتشوفوه تقول لكم هاد البالونا ها هي أو هاد الغازات ها هي المتراكمة أنا خليت العجين ديالي لمدة تقريبا ساعة كاملة حتى الضعف الحجم ديالي إلى ثلاثة أضعاف ما شاء الله شوفو معايا فما كتتدلكش نهائيا يعني غيك تجمعوها هي ميك تخمر كتدلك رأسة برأسة فكيف ما سبق لي قد تكم السير الأول والسير الثاني هو طبعا مدة الإختمار ضروري جدا مضاعف الحجم ديالي إلى ثلاثة أضعاف من دون هاد يعني إلى ما لتزم تقشب هاد الشرط هوا فكونوا على يقين أنه العجين ديالكم أو اللي بغيوش ديالكم ما غين نشوفوش معاكم غدي نقول لكم طبعا السير الثاني بقوا معي يعني غدي نجيكم خطوة بخطوة شوفوا ما شاء الله العجين من يتقطع كيفاش عمل يعني خفيف يعني بحل قطن يعني العنوان طبعا نباين يعني من الأول أو نتيجة طبعا بينها من الأول سوفي غدي نقطع أنا هنا تقريبا تسع كورات لأنه استعمد أنا هنا قطع كبيرة أنتما إلا كنتوا غدي تستعملوا حبات أو لا بغيتوا لي بغيوش صغر فتقدروا تستعملوا أو تشكلوا تقريبا من 15 إلى 16 حبة سوفي غدي نبدأ نكور غدي نعمل كورات هنا على جنب كيف ما كنتشوفوا غدي نرشل قليل من دقيق وغدي نشكل تسع كورات اللي قلت لكم من حجم الكبير قطيوها طبعا بلاستيك غذائي ضروري جدا مش متكول لكم مش ديك الطبقة اللي كتكون طبقة خشينة من فوق من بعد مرور تقريبا نقول لكم ساعة قل الإختمار فالكريمة دي عقادت لأن الجو بارد سوف يأخذ طراب إما طراب كهربائي أو يدوي وكتطربها جيدا كتولي على القوام اللي كانت عليه قبل أي قوام كريمي فصراحة هاد الكريمة كتجي خطيرة جدا غي اعتمدوها وردو عليها هادي ناخد الكورة الأولى هادي نبسطة فقط بواسطة الأصابيع على راحة اليد على شكل بيضوي مش شكل دائري مش مستطيل مش مربع ضروري ما تكون بيضوية بالنسبة للسمك كذا اللي كندكر لكم السمك طبعا ما كيكونش رقيق بززف وما كيكونش غلط بزف يعني كيكون ما بين وبين يعني تقريبا سنتيم سنتيم ونصف ها كده يعني الكل يعني الصورة طبعا واضحة جدا كتشرح راسا براسا سافي غادي نبسط الكورة ديالي وغادي نجيب ملعقة مملوقة جيدا من الكريمة الحلواني أي كريمة باتيسيا سافي ما غادي نوصلوهاش للجوانيب ضروري جدا كيف ما كتشوفو كنخليه تقريبا سنتيم وغادي نجيب الجانب غادي نشدو جيدا كنشدوه باش ما تفتحش معانا في الفرن وما تفتحش معانا كذلك في الاختمار الثاني لأنو غادي نخليهم يختمروا ما شي غا يختمروا وإنما فقط كيرتاحوا لمدة تقريبا 15 إلى 20 دقيقة لحسب الجو اللي عندكم انسوما سافي كنحصلو على شكل قارب جميل جدا وحل القارب الصغير أو الأقارب الصغير اللي كيكون مملؤ بالكريمة الشكل ليالهم كيجي مزيون وكذلك في المداق كيجي وخاطيرين في المداق بالنسبة للقوام ما نعود لكم شئ لهم فضروري ما تجربوه تجربوهم وتردو عليه في تعليقات ليالكم غادي نعمل وحدة أخرى بسرعة باش تشوفوا طريقة تشكيل دياله يعني غامل معكم واحدة أو لحبة أخرى الكريمة طبعا ما توصلوه على الجوانيب سافي كنجبدو القنوط بهذا الشكل كنشدوها من طرفين جيدا كيف ما سبق لوقت لكم سافي أثناء هاد الوقت ها هو كنشكل في اللي بغيوش ديالي غادي نشكلهم في السينية غادي نقول لكم إن شاء الله تشكيلها طبعا كتبق لاختيار ديالكم كيف تشكلوها يعني على شكل حبة فردية أو لهاكذا تلسقوهم مع بعض كتجي صراحة الشكل يلي كيجي رائع جدا من بعد ما خليتها طبعا رتحت 15 دقيقة كيف ما كتشوف إلى 20 دقيقة اختمرت واحد شوية ونطفق ما تخليوهم شي خمروا بزاف أثناء هاد 15 دقيقة كنت شعلت الفران من فوق ومتحت على المروحة الهوائية لحسب كل وحدة والفرن دياله صافي تطا هاد هو الشكل نهائي صراحة كيجي الشكل يعني يا سلام يعني ولا أرواح هاد ناخد واحد السكين طبعا وغاد ندوز هكذا للجواني بحكم أنه الجواني ممدهوني شكتلتسق شي ما هاد هو الشكل دياله من بعد ما زود للإطار فالشكل واضح يعني بدون ما نفتح ولكن ضروري جدا ما نفتح معكم لناخد مربا وغادي طبعا هدا وكيبقى اختيار في هذه المرحلة الأخيرة يأما كتزينوها بالعسل أو للمربا بش ممكن أي مكسرات طبعا متواجدة في البيت أنا استعملت هنا لوز كونكسي يعني لوز مهرمش تقدرو هاد البريوشة هوا صراحة تسنكل يعني طار يعني حمق وولادي صافي هدا هو الشكل إديالو غادي تشوفوا إن شاء الله معي ما غادي رفضو كيف الشخفيف يعني خفيف مثل الريشة هكذا مع كأس شاي أو لفنجان قهوة طبعا غايا أخذكم إلى عالم الخيال لا تخيلوا معي فغادي نقطع إن شاء الله ماذا نجاح الوصفة إذا طبعا سمعتوا التعليمات والنصائح اللي اذكرت لكم في الفيديو من الأول حتى النهاية فكونوا على يقين أنه البريوش غادي يجي معكم هائل ورائع يحمل لكم طبعا لوجه ديالكم مع الضياف ديالكم وكذلك مع الأطفال ديالكم أكيد صافي فغادي بصرنا إن شاء الله للنهاية والمقطع المعروف نفتح لكم طبعا قطعة باش تشوفوا كيف عامل من الداخل كيجي صراحة خفيف بزاف وبنين بالنسبة للي أنا كان هنا يدافين تمام الأحسن لأنه حتى كتبرد الكريمة جيدا عد كتقدموه وبالصحة والهنا شوفوا معي ما شاء الله كيفاش كيجي القطعة ديالعجين شوفوا بحل لقطن إذا عجبكم فيديو ما تقولو لايكات ديالكم وقالي اختلاق لكم دمتم فرعات الله وحفظه والسلام عليكم